يبدأ أكبر تجمع سنوي للسفر في الصين والمعروف أيضا باسم تشونيون والذي يستمر حتى نهاية فبراير المقبل حيث يسافر العديد من الصينيين لمقابلة عائلاتهم في رأس السنة القمرية الصينية الجديدة أو عيد الربيع والذي سيصادف الأول من فبراير هناك العديد من آلات توزيع الأقناعة المجانية في صالة الانتظار وصالة التذاكر شركات السكك الحديدية المحلية اتخذت تدبير لتبسيط خدمات الركاب مثل إضافة علامات وإعطاء التوجيهات وتسهيل فحص التذاكر بدون تلامس في المحطات وتقديم رعاية الرضع أثناء الرحلات خلال فترة السفر السارية يمكننا طباعة الكود الصحي للمسافرين الذين ليسوا على دراية بالهواتف الذكية مع استمرار وجود تهديد ويروس كورونا من متحوراته تقدم شركات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد أيضا خططا مختلفة لضمان رحلة آمنة للركاب ترجمة نانسي قنقر